السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هلنهار شاعل الله نتكلموا له واحد نبات اللي هو في حقيقة قاتل بالنسبة للأرانب بغيت نحدركم منه في هذه الحلقة ونبينكم يعني اسموا الفرق ما بين النباتات القاتلة والنباتات الصالحة اول حاجة هو هاد النبات لاحظوا ان النساء اللي كيمشوا للسوق يكونوا عارفين الفرق ما بين القصبر ومعدنوس انا فهذا الحلقاش بتكون القصبر ومعدنوس بجوج يعني قادي نوريكم الفرق بناتكم وش كونه هو اللي قاتل قاتل بالنسبة للأرانب يعني كونوا متأكدين بحل لاك عطيتكم السم للأرانب وهو القصبر ماشي المعدنوس اذا نوريكم الفرق ما بين القصبر والمعدنوس هانتما كين هذا شوفوا هنايا هم مرة مكيت شابوا في القصبر ومعدنوس ولكن شوفوا هنايا المؤخرة ديال هاد الورق كتكون فيها بزاف ديال هنايا الشراشف هنايا كنقوله بحال الشراشف هنايا كتكون هنايا بالنسبة للمعدنوس شوفوا هانتما مافيش بزاف ديال الشراش بحال هادا شوفوا الفرق ما بين هادا هانتما شوفوا هالطرف هادا اني القوائم دياله كتكون فيها بزاف ديال الشراشف اما المعدنوس مكيكونش فيه بزاف ديال الشراشف لاحظوا هاكين واحد الفرق هانتما كين هادا وكين هادا هادا اسميته القصبر وهاد المعدنوس هاد القصبر قاتل وهاد نافع مئة بالمئة شوفوا سبحان الله هادا هادا نباتات اللي اعطاهم الناس إذا يرضي بالنسبة للقصبر هاد القصبر اللي هو هادا هاد القصبر هادا كيقسل النباتات في المدد يالا نقوله ربوع ساعة ربوع ساعة صافي كيبدال الارناب كيغوت صافي ممكن انه يموت اما بالنسبة يعني المعدنوس اللي هو هادا هادا المعدنوس هادا هادا كأنكم اعطيتوا اتفاف اتفاف اللي هادرنا عليه في بعض الحلقات هذا مهم يعني الانثى اللي يالله ولدت كيدر الحالي بوحد طريقة يعني مهولة سبحان الله اذا الحلقة دينا هاد النار هي النباتات النباتات اي حاجة حارة يعني في المادق ديالها عموما اي حاجة كتكون حارة في المادق ديالها كتكون كتأدي بحال الورق ديال الخرشف او الخرشف براسه للقشور ديال القوق كنحاول نجيب موضوع ديال الساعة انها فالليامات كين الحويش ديال الربيع متاحة يعني مني كتشريه انتم كتنشو السوق كتدول الحويش ديال الربيع دخلت لانه وقت هذا حاولوا انكم تعطيوا الالنب ديال لكم النباتات بواحد طريقة يعني ماشي بززاف يعني بكميات بسيطة لانه زيان تالنباتات الخضراء ارى مزيان الالنبو لكن بكميات بساطة ارى النا القصبر والمعدنوس القصبر والمعدنوس هذا القصبر دار مئة بالمئة المعدنوس صالح مئة بالمئة القصبر يقتل الالنب والمعدنوس كي يدر الحالب مني غيتشوفو شي اونثا ولدت بقيتو الصغار يقلعون زياني نصحاح ممكن انكم تديرو لهم اش اه قبطة حال هذي ماشي قاعد ترميوها لها كاملة مثلا هذي تديرو النص ديالها هذي ده بقى حزمة كتدير درهم اه ممكن انكم تديروها لها في يومين كونوا متأكدين ان الحليب كي يقول لي الشاي قمدد ندفق عندها تباك الله ماشي من القصبر ولكن المعدنوس المعدنوس بلا شك ان العيالات رام كيفرقوا ما بين القصبر والمعدنوس كذلك مربون يعني بالنسبة الرجال خصوم يفرقوا ما بين القصبر والمعدنوس يعني التايلة بغيسو تعطيو شي 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 يعني الحويج اللي كي شيطوا عليكم حاولوا انكم تنقيوا القصبر من 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 القشور ديال الخضراء بغيسو تعطيو القشور ديال الخضراء من لابد ما تكون معاهم شي 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 شوية ولو غي 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 واحد العريش ديال القصبر القصبر يلا مشتى داقو او الارنب كونوا متأكدين انه السم قاتل بالنس اللي كي سولوا يعني اسموا كيفاش غادي نعرفوا النباتات اللي غادي نعطيوهم الارانب سهلة منين ترتقو بحالكة الزوحر العرش بحالكة وترتقو هكا 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 ودوقو هاداك الماد يالو دوقو هادا الماد يكون يخرج منو دوقو إلا لقيتوه حلو را ما غادي شي غادي شي قادي لقيتوه مر غادي قادي صافي هادا ببساطة يعني وعموما الحويج الحارة را معروفة معتلا ان الخورشو فرا حار جيبو الكرومب الكرومب راحنا كنا ناكلوه خضره وما كي مكتجينش حرورة في فمنا يعني مكور الكرومب كي قلو الكرومب هاداك مكتجينش حرورة في فمنا كي ياكلو الارانب يعني متخافش عليهم الخصص كذلك عبارة في اني كتلقوه كتلقو في غي مياه مياه ما هي حلو وما هي حارة الاشياء اللي كتدي الارانب وهي نيت تقرضو بحده بهذا راها القصبر انا يلمشي تقي قس بالساني هادا المال اللي كي يخرج منو غادي نلقاه حار يعني كي قاديهم مئة بالمئة ولكن هادا مشيغي كي قاديهم راكي قتلهم حاولوا انكم يعني تفرل الزومة بين هادا القصبر ومع الدنس باش ما تعطيوش شيء ولو عرش واحد من حال هاد الشكري عندما عندما باين الفرق بيناتهم هادا فيه شلاش بزاف هادا اللا في الاطراف دياله الحلقة ديالنا هي هادا حاولوا انكم يعني تعاملوا مع الارانب ديالكم بوحدة كا يعني مني تبقوا تقدموهم شي شيء يعني اوراق ديالشي نباتات حاولوا انكم تدقوهم شي غادي تدقو ما تاكلوهم ولكن غادي غادي تقرضو العرش يعني بحال هكا بحال هكا تقرضوهم ودقو بلسانكم بلسانكم لقيتو حار ما تعطيو لهمش لقيتو حلو ما تعطيو لهمش ماشي مدروري انه يكون حلو ممكن انه ما تقاو فيه تمادق حل ما كيكون ما عندهمش لمادق هادا كتاو ما اديه مش ما تخافوش منه اذا الحلقة ديالنا هي هادي رأى حلقة مهمة يعني القصبر ما تعطيوش الانانب ديالكم حلقة مهمة مهمة بزيال الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي يبدأ من ديالكم كان طلب منكم انكم تسامحوني لانما كان جاوبش فاليامات كنت شوي مريض كنت اعتذر منكم ولكن ان شاء الله سوف نجاوب عليه كومنتر واحد يومين ما ما جاوبش على كومنتر انا كان نحاول نجاوب بصفى بصفى رسمية يوميا يعني يوميا كان جاوب عليه كومنتر ولكن واحد اليومين رأني فلتها كنت اعتذر منكم الناس لي ما زالكم ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكاو إلى زر الجامع وتكاو إلى زر الجرس كي يصلكم جديد إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة